أجمل حاجة في الأمهات إنك تحس إن كلهم واخدين نفس الدورة التدريبية في الأمومة واخدين نفس المنهج مذاكرين من نفس الملزمة وياريته بفايدة إنت عارف حضرتك؟ أنا مثلا إيه؟ بلاحظ كده شوية إن الأمهات عندهم تهديدات مش مرعبة بالمرة وجمل كده غريبة وسريالية حابتين تفهمهاش خالص؟ يعني مثلا تهديدات من نوع إيه؟ تقول لك ها قم لك ولد ها قم لك طبعا أولا هي عمرها ما نفذت التهديد ده خالص وعمرها ما قامت فعلا ولا عمرها هتقوم بالمكانها حسنا بالنسبة لها أدفع بكتير من إنها تبذل المجود ده على شالي يعني بعدها نفرض إنها قامت معلش يعني إيه الرعب في كده؟ مش فاهم واحدة ستة زي الأمر كده زي ماما ومع عايش سلاح إلا يعني الإبرة بتاعت التركوه ولا حاجة وهتقوم ومفيش أي مفاجأة في الموضوع لأنها بتحذرني بتقول لي أها قم لك فإيه اللي ممكن يحصل لو قامت؟ فين التهديد؟ لو قامت هجري بسرعة وأقعد مكانها وخلاص التهديد الشهير بقى اللي هو بتاع إيه؟ إنت مش لقل كذا؟ طب لو قمت وجبتها لك والله يبقى كتر ألف خيرك يعني أنا مش فاهم المفروض أخاف من إنك تلاقيها ليه؟ يعني ما أنا بدور عليها أصلا لو قمت وجبتها ليه هنبسط فين الخطر؟ هاتيها؟ تيجي مقاما برضو تقول لك إيه؟ أنا هعيد تربيتك كلها من الأول وجديد على فكرة أنا المفروض هزعله هتعصب وقلب الدنيا مش حضرتك أنا الزبون المفروض إن أنا جاي علشان هتربق ده كان الاتفاق من الأول الشغلانة بازت بقى ست الكل دي مش من عند أنا أنا مش هشيل العطلة دي يعني مش كفاية إن أنا مخدتش خدمة كويسة وإنت مهمتك الأساسية بازت وباعترافك ويبقى مين اللي يقفش؟ معلش؟ عايزة تعدي تربيتي بقى على حسابك وكل واحد يشيل شيء لتو بقى يعني ما توفقتش في المرة الأولانية وأنا سكت ما حبيتش عامل مشكلة كمان بتشخطي فيها وبعدين دي المفروض تبقى جملتها أنا بقى بالمناسب بقى أنا الشغل ده ما يعجبنيش اتفضلي عديلي على تربيتي كلها من الأول بقى ومعليش ركزي تاني علشان خاطر شغلك يبقى كويس المرة دي وعلى فكرة التربية لو ما عجبتنيش المرة دي مش هستلمها اه تصرفي بقى يلا بقى ولما ماما تزهق بقى تلقيها بتقولك والله لا سيب لكم البيت وامشي ومش هتعرفوني طريق تاني أنا سمعتها كتير قوي الجملة دي بصراحة طب وليه يا ماما جو برامج المفقودين بتاع القناة التالتة ده ليه تغيابت عن المنزل الحاجة فلانة منذ ثلاثة أسابيع نفسك تسمع الجمل دي يعني ليه كده ليه جو المطاردات والأكشن والأفشو وبتاع طب ما تسيب البيت ويعني ونعرف مكانك عادي لو انت عايزة تفكي شوية لسا سبنس ما هو انت يا اما عند خالتي اللي فيصلي عند طنطن أول جارتنا اللي في الرابع هي دي الأماكن اللي انت بتروحيها مش لغز يعني اللي انا قلت ده طبعا كان عينة عشوائية من تهديدات الأمهات اللذيذة ماما بقى كمان عندها شوية جمل سريالية مالهاش أوقات محددة ودي بقى انت ما بتفهمش إيه المطلوب منك أو إيه المقصود بالكلام شوية تلاصم كده بس من ماما بتبقى التلاصم دي زي السكر تقولك التفاكر البيت ده بانسيون تاكل وتشرب وتنام أه الحقيقة أيوة انا انا فاكر ان هي دي وظيفة البيوت الأساسية دي معلوماتي ان اكل فيه واشرب ونام انا مش جاي استخرج فحم ولا حضراتك كنت جايبانة غير الدكور انا جاي اكل واشرب ونام بس لو في ايه انشطة تانية حضراتك تحب ان مارسها انا ما عندش مانع يعني في عندكو ايه في البيت في دورات تأدريبية في نادي صحي الصالون ادبي تعليم تريكو انا انا صحي كان بقى اللي فترة عايز اتعلم ياباني في البيت لو عندكم السكة دي اعمل ايه طيب انا انا بلاش انام او مثلا تقولك ايه يا خوية هليتك حافظ دلوسك زي ما انت حافظ الاغاني كده يا ماما انت مش هتنبسط لما تشوفي شاب مراهق بيستحمى وبيدندن مثلا نظريات في سغورس احلقت الاغاني بالده ايه المقارنة دي؟ الحاجات ليه دخلت بعضها؟ عايز افهم او تقولك مثلا ايه يا زمان واحنا صغارين تقول ام اقرألك كلمتين ينفعوك بص يا ماما اعظم كلمتين في الوجود مهما كانوا لا يمكن ينفعوا اي حد باي شكل من الاشكال كلمتين هيعملوا ايه؟ وبعدين انهي كلمتين طب ما تكتري العادة شوية يعني خلي ايدك فرطة وليه يخد اتناشر كلمة سبعة واربعين كلمة مش كلمتين طب تختارلي كلمتين على اقل يعني ما تسيبنيش كده او تقولي مثلا انت فين تقب وتختص وتبقى قدامي حالا اقب واختص ليه بس يعني هو انا جاي في الاوتوبيس النهري هطلعلك من البلاعة انا جاي بري عادي متدقري لما اجي بقى لقيها ايه قعدة في الضلمة تهز النجفة قعدة عالكورسي المذهب الكبير بتاع الصالون مديانة دهرها وتقدي بقى اداء مرعب خش وقفل الباب وراك الساعة كان في ايدك كنت فين لحد دلوقتي كل جو ال FBI بقى اللي احنا ايه عارفينه ده يعني كأنها بالضبط ما كانت تحرق او رجالتها جابوني في شوال انا راجع البيت بقرطي على فكرة يا ماما اخش طبعا وهقفل الباب ورايا وهطف النور وهلبس البجامة وكل حاجة فيه ايه ابدأ اجاوب بقى على اسئلتها العميقة دي بقى كلها ولسه افتح بوقت قولي لا ما تردش علي الله اه طب ما تبتسأليني اما انت مش سألتين انا كنت فين مفروض السؤال انت كنت فين ده اعمل ايه اطلع على الخريطة واشاور مثلا ابعتلك لوكيشن اعمل ايه زي ماما برضو تيجي في لحظة كرة وتقولي انا رميت طبتك خلاص انا عايزة فهم ايه موضوع الطوبة ولما هي طبتي انا بتعمل ايه عند حضرتك يعني هل شعلها في النيش مثلا لغاية ما تعمل واحد وعشرين سنة طبتي انا حر ما حدش اخده ما حدش ارميها بعدين انا مأمنك عليها تروح ترميها كده في ساعة غضب من غير ما تاخد رأيي طب رمتيها فين طيب انا هروح اجيبها واشيلها بمعرفتي خلاص كده لميت يعني كل اللي بنا انتهى على خطنا باظت اتدمرت هنقطع الجوابات ونرمي الطوب انا والله ما عنديش مانع ماما تقول اللي هي عايزة كفاءة اللي انا بعمله فيها الصراحة لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى فاهم بس انا انا بتهزق من انه حدة